مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني في القطاع خلال ساعات قليلة ماضية رح ضحيتها قرابة ثمانين شهيداً وأزيد من ثمانين جريحاً فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وعلى الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حصيلة ثقيلة على مختلف المستويات والأصعدة جراء عدوان سافر لا يهدأ على قطاع غزة راسماً كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية دافعة بأكثر من خمسة وثمانين بالمئة من سكان القطاع المتبقين على قيد الحياة إلى النزوح والترحال وسط الانتشار الواسع والمخيف للعديد من الأمراض والأوبئة الجرم الصهيوني يتماد ويمتد على أنحاء متفرقة من فلسطين الجريحة ليقتحم مئات المستوطنين الصهاينة الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل بالظفة الغربية المحتلة وسط تعزيزات عسكرية مشددة زادت من تضييق الحبل على عنق الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر